اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ورحب حضرة صاحب الجلالة في بداية اللقاء بأخيه جلالة العاهل الأردني واستعرض الجانبان أواصر العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المتبادل والعمل المشترك وسبل دعمه وتنميته وأشاد بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه هذه العلاقات المتميزة والحرص على مواصلة تعزيزها وتوثيقها في كافة المجالات التي تخدم تطلعات البلدين وتعود بالخير على الشعبين الشقيقين من جانبه عرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على كرم الضيافة وحسن الوفادة وحفاوة الاستقبال كما بحث العاهلان أبرز المسجدات والأحداث على الساحات الأقليمية والعربية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفي هذا السياق أكد حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم التضامن التام مع الأردن ضد الإرهاب وتهريب المخدرات عبر حدودها مشيدا في الوقت ذاته بالدور الأردني في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومساندة أهل غزة وبالجهود الدبلوماسية المتواصلة التي يقوم بها جلالة العاهل الأردني على المستوى الدولي مؤكدا حفظه الله دعم الأردن في جهودها لوقف إطلاق النار والأفراج عن الرهائن ورفض التهجير القسري وحماية المقدسات الإسلامية ومثنيا جلالته على الجهود الأردنية الحثيثة لتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية وإنزالها جوا شكرا للمشاهدة